صباح الخير لكم صبايا وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباحنا غير على الإخبارية السورية نحن باليوم الأخير لتخطيطنا الإعلامية من حلب الشهباء في ذكرى التحرير حاليا نحن متواجدين بسوق الصعاطية الذي أعيد تأهيله خلال العام الماضي وأعيد افتتاحه منذ أشهر وحاليا رح نعمل جولة ضمن السوق ونشوف المالة اللي رجعت تنبض بالحياة وأيضا رح نكون بلقاء مباشر مع المهندس باسل الظاهر المهندس المشرف والمنفذ في سوق الصقاطية يسعد صباح صباح الخيري أهلا وسهلا يعني سوق الصقاطية هو من الأسواق اللي رجعت للحياة مرة تانية في حلب وكنا طبعا وعكبنا افتتاحه خلينا نحكي شوي اليوم عن المراحل اللي اشتغلتوا فيها وأهمية عودة مثل هذه الأسواق للحياة من جد نحن نحن نتاج عملنا بالأخير الشي اللي منطمح له بعد ما نخلص هو الشي اللي شايفتيه هلأ يعني ما كنا متوقعين هالنتيجة السريعة بس الحمد لله أنه يعني متل ما نكشايفه رجعوا وفتحوا كل المحلات هذا هي أكبر إنجاز نحن منعتبره من بعد ما نجحنا الحمد لله بترميم السوق حسب الطابع الأسري اللي نجحنا فيه أنه رجعوا للعالم رجعوا وفتحوا وعم يشتغلوا وفي زحمة وفي ناس يعني عطانا أمل إنه نسواق التانية إن شاء الله كمان اللي عم نشتغل فيها بلك إن شاء الله بلك اللي بيرجع السوق كلياته بيشتغل متل قبله أحسن يعني مراحل عديدة طبعا تنفي المشروع وشفنا الشكل النهائي له كيف رجع بأبها حلة من نظام إنارة للواجهات اللي عملت بدقة ومحافظة للشكل التراثي وغيره من التفاصيل الكتير الحقيقة الموجودة ضمن هذا السوق السوق السقطية يعني يمكن حضرتك إليك أيام خلينا نقوله شهور عشتة ضمن هذا السوق وصرت على معرفة بكل التجار المتواجدين يعني لما فتنا معكم نحنا عم جهز للمباشر الكل عم بيسلم عليك خلينا نحكي شوي عن أيضا هاي الروح اللي لمسته بالتجار وكل يعطن كيف أصحاب المحلات بدون يرجعوا لمحلاتهم كلهم بادروا فوراً ليرجعوا من أول وجديد الحمد لله يعني مثل ما شفتي لتلك يعني إحنا لما بساوينا الدراسة تبع هذا المشروع عملنا دراسة اجتماعية عملنا دراسة تاريخية عملنا دراسة ترميمية بس دراسة الاجتماعية كان هدفة أنه الناس شلون رح ترجع وشلون امطباعها وشلون رح تفتح الحقيقة فقت توقعاتنا صار في بيناتنا بيننا وبين صحابين المحلات هيك علاقة يعني حلوة بتخلي الواحد يعرف أنه يعني تاج عمله طلع بمكانه نحن مرممنا الحجر وعملنا متحف مثل ما بعض الناس تخوفيت ومشينا لا نحن عملنا مكان أسري حلو لممارسة النشاط التجاري مثل أيام زمن ورجعنا عدنا بناءه مثل ما كان يوم اللي مبنى فيه أزلنا كل التشوهات عنه عملنا البواب الخشبية أمنا له كهرباء عملنا له تمديدات كهرباء تحت الأرض قابل سابقة ما كان هيك في هيك شيء مثل ما نكشايفه هو يعني صح بيشبه المتاحف ولكن هو سوق وسوق شغال الحمد لله وإن شاء الله يعني بقيت الأسواق والحق أكيد رح نكمل جولتنا مع حضرتك ولكن بالبداية بدي يصبح عليك سعى السباح سباح الخير على سلمك يعني رجعتوا لمحلاتكم ألف مبروك الرجعة والفتحة لمحلات كيف شايفين هلأ الأجواب السوق السقطية بعد إعادة افتتاع؟ والله الحمد لله تدريجيا بيرجع مثل أول إن شاء الله الأمور كويسة جيدة جدا أغلب أصحاب المحلات هون هنا نوارسين المهن والمحال مثل ما بيقولوا عن العائلة متوارسينة حضرتك عائلتك كانت إلى محلهم؟ طبعا هذا المحل قضيم من سبعين سنة محل الوالد؟ محل الوالد وقبله جدي كمان الحمد لله الأمور كويسة جيدة جدا يلا بدي أتركك يكمل ورح بلش جولتي أيضا مع الأستاذ باصل ونشوف المحلات اللي موجودة يعني معروف مشهور سوق السقطية بمهن متعددة منها الجزار والمكسرات مرحبا يا سعد وقاتك صباح الخير صباح النور يا أهلا وسهلا كيف صارت؟ كيف شايفين هلأ سوق السقطية؟ الحمد لله رب العالمين أحسن من أول بكتير يعني أحسن من أول فتحته كمان عبصير شوية حركة أيام في أيام ما فيه بقى الحمد لله رب العالمين إن شاء الله ترجعيك أسوأ حلب مثل ما كانت عديمة بيعطيك العم الله يعافيك خلينا نعمل جولة يعني عم نشوف حتى في محال لسه عم يعودوا إلى تدريجيا أيضا عدد كبير من المحلات رجع فتح طبعا طبعا وهذا الشي اللي عم نشوفه فيه حركة حركة اعتيادية نحن من الصباح الباكر متواجدين ومع هيك عم نشوف فيه حركة كبيرة بالسوق الثالث باصل خليل نحكي شوي اليوم سوق السقاطية صار نموذج يحتزى به بالأسواق التقليدية والقديمة بنموذج إعادة الترميم اللي اشتغلتوا عليه هو هدفه واسم المشروع هو مشروع رائد مشان يحتزوا فيه بقية المشاريع مشان ترميم بقية أسواق حلب يعني بالانجليزي كان اسمه Pilot Project هو المشروع اللي رح يخلي بقية المشاريع تلحقه وهو فعلا نحن هلأ صار فيه مباشرة بأسواق تانية فيه سوقين تانية مثل سوق الخابية سوق خان الحرير كتير فادتنا تجربة هون تنفيذنا لهذا المشروع هون بسوق السقاطية كتير كتير فادنا بالأسواق التانية اللي ولو كان تمويلها ما هو مثل كان تمويل هذا المشروع ولكن عم نحاول نوصل قدر الإمكان لسوية المشروع هذا نحن نوصل لهذا الشي ونحن هيك عم نصور بدي صبح عليك عم يسعد صباحا هلين سلامات هلين سهلين يعني حكينا هيك شوي اليوم كيف شايف سوق السقاطية بعد ما رجع افتتح مرة تانية الحمد لله رب العالمين صار شيء كويس هذا المحل أكتر من 100 سنة بيدنا على زمان أبوي أبوي صار له زمان من 66 من طوفي وإن شاء الله بتظلوا على طول موجودين وعم تمارسوا أعمالكم بدي شكرك أكيد عم نعمل هيك جولتنا ضمن سوق السقاطية عم نشوف المحلات ونشوف كيف شكل المحلات بخلال هذا الوقت يعني أيضا أعمال الترميم وأعمال كثيرة ما زالت متواجدة هون مرحبا يسعد صباحا كعم أنت على هوى الإخبارية السورية يعطيك العافية أول كيف شايف هيك سوق السقاطية بعد ما تم إعادة افتتاحه صار شيء كويس كويس صار بوجودك هون صار الحمد لله سونة كثير كوية ونضيف ومحترم وشاري تاريخي ما بقى اسميك الله ولا بقى أجمل من هيك والله هي يعطيك العافية يا عم شكرا شرفت شرفت على عطيك العافية شكرا شكرا يعني هيك رصدنا معكم أجواء سوق السقاطية في الصباح الباكر في مدينة حلب الشهبة وتحديدا المدينة القديمة هي كانت جولتنا لليوم ولهون بنكون وصلنا للختام وبدي أرجع للصباح على الستوديو شكرا شكرا شكرا